السلام عليكم عزيزي الطالب وحلقة جديدة من تدريس اللغة الإنجليزية طلاب الثالث متوسط كتاب المنهج الجديد لمادة الإنجليزي اليونت الثاني تمريني مهمات جدا تعارف معانيهم مهمة جدا وزاريات لازم تحفظهم ولازم تعرف معانيهم شنو فخليك وياي بهذا التمريني يفيدنك بشهر الثاني وأيضا يفيدنك بنصف السنة وآخر السنة ديفينيشنز اللي هي معناها تعاريف هسه راح أجيك للبداية أجيك للبداية أي أي أسكاري بوك يعني كتاب مخيف فيلم أو بلاي لو فيلم لو مسرحية شنسمي هورر معناه رعب ب your opinion and facts about a book, film, or play رأيك your opinion رأيك والحقائق يعني شي سموها review اللي هي مراجعة c activities like running, jumping, and swimming activities معناها نشاطات إذن sports رياضي رياضة always having silly accidents always having هاي موجودة بقصة سمارة مسرحية سمارة أنه أخوها شبيه كلومزي أخرق أخوها شبيه كلومزي أخرق تعالوا إياي للتمرين الثاني المهم للمنهج الجديد تعالي هنا بالتمرين الثاني طبعاً التمرين صفحة 36 واللي قبله سويته 38 هنا عندك أيضاً definitions تعاريف فخليك وياي someone who works in an office someone who works in an office أحدهم أو شخصاً ما يعمل في الدائرة clerk اللي معناها موظف well known well known معناها مشهور أو معروف هنا famous مشهور or disability to exhibit or disability معناها عرض يذن شاو عرض business money يعني أموال الشغل أو العمل after expenses بعد شي تكون الأموال بعد الشغل شي تكون profit اللي هي أرباح شكراً لك عزيزي الطالب تمرينيين وزاريات مهمات تعاريف بالمنهج الجديد لا تنسي سوي لي لايك وقناتي للطلاب حتى تستفاد بالتوفيق عزيزي أحد اشتركوا في القناة